السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطالبات الصف الأول من التعليم التجاري أهلا ومرحبا بكم في مقدمة خفيفة سريعة على أهم ما يحتويه الفصل الدراسي الثاني هنستعرض مع بعض أهداف وهنسترجع أهداف الكورس بتاعنا اللي هو English for Commercial Schools Part 1 هنستعرض في الحاجات اللي احنا استعرضناها الترمي الأول وهنشوف ايه الحاجات اللي فيه تموجودة تاني بالنسبة للانجوش فانكنز والفوكابلوري والكوميونيكيشنز وكل شيء استفدنا به وهنستفيد به في اللي جاي وهنبين وظائف وأهمية الكورس اللي معنا وهنتكلم ونستعرض من خلاله الوحدات الموجودة في الفصل الدراسي الثاني وعنوينها وبعض المحتويات الموجودة داخل هذه الوحدات تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعرض ايه اللي موجود في الكورس بتاعنا في الترمي التاني او الكورس بشكل عام نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنا هنكلم عن الترمي التاني والاشياء اللي موجودة فيه البرنامج بتاعنا اسمه انجليش فور كوميرشال سكولز يير وان اول حاجة بنشوف المقدمة بتاعتنا بنقول ايه بي في مقدمتنا انجليش فور كوميرشال سكولز از اللي هو الكورس بتاعنا اللي هو الانجليزية للمدارس التكارية هو عبارة عن نبا يعني الكورس ده مخصص لطلبة التعليم التجاري الصف الأول ده مخصص للتعليم التجاري في مصر للصف الأول الكورس ده يعني الكتاب ده بيمشي معانا تدريجيا بطريقة بسيطة جدا من الكتاب رقم واحد حتى نوصل مع بعض للكتاب رقم ثلاثة اللي في ثلاثة يعني في معانا بوك وان وفي بوك تو في سنة تانية وفي بوك ثري في سنة تالتة The books also introduces the students to the world of commerce يعني الكتب بتحضر لنا إلى التعليم التجاري بتاعنا نشوف بقى الامز and methods الاهداف والطرق والحاجات اللي بيستخدمها الكورس بتاعنا نرجع تاني بنقول The course aims to review and consolidate the language and skills learned at previous levels and to equip students for their future foreign language needs in the following areas الكورس بتاعنا ده بيجهز الطلبة بيعديهم وبيجهزهم وخاصة في المهارات اللغوية في اللغة والمهارات اللي تعلمها في مستويات سابقة قبل جدا وبيجهز الطلبة بتاعتنا إيه إلى اللغة في المستقبل للغة اللي بيحتاجها في الفترات أو الحاجات الفترات اللي جاية زي ايه مثلا لو احنا شوف عندنا المناطق بتاعتنا منطقة مثلا اللي هو القواعد بتاعتنا طبعا الجرامر أو الستركشورز بتاعتنا هي اللي بنسمى في العربي النحو بتعلمنا ازاي نتعامل بتعلمنا ازاي نتكلم بتعلمنا ازاي نستخدم اللغة بتاعتنا في أي زمن في أي وضع في أي حال بتعلمنا ازاي نصف ازاي نصف الأشياء التي أمامنا ونتكلم معنا نعبر عن نفسنا نعبر عن عملنا نعبر وهكذا نشوف بيقولينا معنا يعني الكورس بتاعنا ده بيهدف لتجهيز الطلبة ومراجعتهم وفهمهم كمان بيقول ليه القواعد النحوية الأساسية تمام للغة الإنجليزية وكمان بيزيد مقدرتهم على استخدام كل الكلام ده بدقة وبطلاقة وبطريقة جيدة أو بطريقة صحيحة نشوف بعد كده كوميونيكاتيف فانكشنز يا الوظائف اللغوية بتاعتنا ازاي إيبا يعني بجهز الطلبة للتعامل في جميع المواقف ازاي يخليك تتصرف في موقف معين ازاي تقدر يعني مثلا ازاي تقدم نفسك ازاي تجاوب على اسئلة ازاي تتصرف بطريقة جيدة ازاي تعتذر دي حاجات من اختصاصات او من الحاجات اللي احنا نتعلم ان شاء الله في الكورس بتاعنا بدأنا فيها في الجزء الاول وبنكمل مع بعض في الجزء في الترمي التامي بيقول كمان يعني معنا كده الكورس بتاعنا ده بيعلم الطلبة لغة المحادثة لغة المحادثة في المجتمع التجاري بشكل عام ومحتوياته زي مثلا التحية زي اعطاء الاراء زي يضاح الاهتمام بشيء معين وكده الفوكابلري الكلمات الكلمات اللي عندنا بيحاول نستخدم الكلمات التجارية اللي هي موجودة في الكورس بتاعنا ازاي يعني ازاي نتعامل مع الناس ازاي نتكلم ونقول اللي احنا عايزينه يعني بدينا تعبيرات تعبيرات عن ايه عندنا بقى هنا التعبيرات اللي موجودة ان انت ازاي تستخدم الكلمات الموجودة معك في المجال المحدد يعني مثلا نتكلم على كورس بانتس كورس بانتس اللي هي المرسلات المرسلات فيها مين فيها ايميلز فيها ميمو فيها كده فيها لترز فيها فاكس دي إكسبريشنس ديكي فوكاب كلمات بتجيلنا الكلمات برضو كذلك محتويات المكان الموجودة فيه عبارة عن فوكاب يعني احنا شغالين في مكتب فيه كومبيوترز فيه فاكسي ماشينز فيه برينترز فيه ديسكس فيه تشيرز فيه تيبلز فيه ويندوز فيه دورز فيه تليفجنز الحاجات دي فوكاب بنستخدمها كذلك الأفعال نفسها الأفعال الحركات بتاعتنا اللي بنقوم بيها وده برضو متعلقة بالفوكاب مع مع الجرامر بتاعنا بيقول تاني يعني الطلبة بتتعلم بشكل عام كلمات عامة تمام وأساسيا تجارية يعني أهم حاجة في الكلمات بتاعتنا تكون متعلقة بالمجال التجاري بالمجال التجاري والعمل التجاري سواء في وظاف قطاع عام سواء خاص ما لنجد دعوة المهم كل ما يتعلق بالتجارة ممكن يكون أعمال إدارية ممكن يكون أعمال بيع وشراء وهكذا بنشوف بعد كده مهارات اللغة مهارات اللغة عندنا أربع مهارات موجودين اللغة listening speaking writing listening speaking reading and writing أهم أهم ميزة عندنا قلي listening when you listen then you will speak لما تسمع هتتكلم when you speak you will read when you read you can write يبقى نبدأ بالlistening الأول الليسن ده أهم أهم ميزة أو أهم مهارة موجودة عندنا في اللغة الإنجليزية لأن بالlistening عندنا تقدر أنت تسمع you can hear new vocab هنسمع كلمات جديدة هنسمع تعبيرك جديدة if you listen well you will learn English well هتعلم إنجليز كويس لو ما سمعتش كويس هيبقى صعبة عليك نتعلم إنجليزي يعني إحنا بنعتبر هنا the baby الطفل الصبير the child the English child when he listens he speaks لما بيسمع بيتكلم بيقدر يردد لو ما سمعش مش هيعرف تكلم so you listen well then you will speak well then you will read well then you will write well نسمع نتكلم بعدين نقرأ وبعدين نكتب دي المهارات الأساسية الموجودة نشوف كده بنقول إيه على المهارات بتاعتنا the course aims to equip students with all four of the language skills at a level that will enable them to perform routine tasks at work and to take part in social interaction in a commercial context يعني بجهز الطلبة بتاعتنا علشان المهارات اللي أربعة دول بيجهزهم لمستوى معين اللي بيمكنهم إن هما يقدر يقدم في المهام الروتينية اليومية العادية في العمل بتاعهم وكمان يشارك في المجتمع بتاعنا بمساهمة مثلا بمساهمة social interaction in a commercial context بمحتوى تجاري يعني إحنا شغالين في مكتب في شركة معينة إحنا بنتعلم الفوكاب الموجودة داخل المكان المتواجدين فيه عشان نقدر نتعامل بيننا وبن بعض بالمحتوى ده يبقى معنا كده نسمع الفوكاب الجديدة نحفظها نشتغل بيها هنقدر نتكلم بيها هنقدر نكتب الفوكاب الجديدة وهنقدر بعد كده نقرأها السوري الأول وبعدها نقدر نكتب الكلام ده يبقى المهارات دي المهارات الأساسية اللي في تعلم اللغة النجزية أهم حاجة بنتوصل لها الآخر لما تقدر تكتب هتقدر تعمل كل حاجة يبقى الأول نبتدي بالسمع بتاعنا كويس بعدين هنقدر نتحدث ما نسمعه وبعدين نبدأ نكتب اللي نقرأ اللي احنا بنسمعه قرأناه أو أو وبعدين في الآخر بنحاول نكتب وبنأصعب المهارات الكتابة فما نيقسش من حاجة ونحاول واحدة وواحدة ستيب باي ستيب نقدر نتعلم كل حاجة مع بعض نشوف بعد كده في ايه تاني المهارات التجارية تمام والمعرفة التجارية المهارات اللي هي الأشياء اللي بنقدر نشتغلها نقدر نعملها في مكاتبنا والمعلومات والكلام ده وهكذا نشوف اللي اتنين دول مع بعض نشتغلوا في نستخدم كل شيء متعلق بالتعليم التجاري بتاعنا ونطبقوا في المكان اللي احنا بنشتغل فيه واحدة وواحدة كده هنقدر نتعلم كل شيء وما نستعجلش على حاجة والموضوع بسيط جدا جدا باستخدامنا الجيد للكورس بتاعنا ده نشوف ايه اللي متواجد معنا وموجود كومورشال سكيلز such as answering the telephone and dealing with corresponds are developed along with the language skills with which they are integrated الكمورشال سكيلزة عندنا يعني ايه كومورشال سكيلزة مهارة ردع تلفونات كتابات اللاجهة والميمو واشيك والكلام ده الشغل ده متعلق ممكن يكون متعلق بالنسبة كبيرة مع الريسيبيشيش still تمام او بنتقول عليه الẹo switch worker عامل سواتش اللي هو رد على تلفونتوار كده ورسيبشنس اللي هو المرسلات بشكل عام اللي هو دي مهارات تجارية ازاي صاحبنا او ازاي العامل الموظف بتاعنا يقدر يتعامل مع الكلام ده ويستخدمه في البرنامج المتخصص او ينفزه في المكتب بتاعه نشوف بعد كده سكوب نشوف الحاجة اللي معنا هنا نشوف ايه الوحدات بتاعتنا الوحدات بتاعتنا الوقتي الترم التاني هيبقى مكون من عدد بسيط من الوحدات نفس الترم الوحدات بتاعتنا بتكون مجزئة بشكله معين بعنوين معينة باحجام باشكال معينة بنقدر نشوفها مع بعض وبنقدر بعد كده نتعامل معها على حضر فهنا بنتكلم على الوحدات بتاعتنا ونشوف عنوينها وايه المحتوى اللي موجود داخل هذه الوحدات الترم التاني عندنا هيبدأ بالوحدة الاثناشر هيبدأ بالوحدة الاثناشر وهنشوف العنوين اللي موجودة بتاعتنا الست وحدات بتاعتنا الترم التاني على حسب المصفات الجديدة وهنكمل مع بعض ونشوف العنوين العنوين وايه اللي ممكن يكون محتوى الموجود يكون المحتوى الموجود داخل تلك العنوين نشوف اول وحدة عندنا طبق بتاعنا العنوين بتاعت الوحدات بنتعامل مع عنوين الوحدات والطبق على المواضيع بتاعتها تمام نيجي بعد كده وبنشوف ايه دي الحاجات الموجودة بداخل كل واحدة هنستعرضهم كلهم مع بعض يونو الطايتل احنا هنستخدم نشوف عنوان الوحدة بتاعتنا بتكلم عن ايه ونشوف ايه اللي داخل الوحدة بتاعتنا وهناتناقش معه نقطة نقطة طبق الموضوع بشكل عام ايه اللي بيحصل داخل الوحدة بتاعتنا كل واحدة فيها تعبارات لغوية ازاي تتعامل مع الناس ازاي تكلم الناس ازاي تقول ازاي تحكي وهكذا اوكي ازاي تطلب حاجة ازاي ترد عليها ازاي تسأل سؤال ازاي تذكر شخص دي من اللانجوش فانكنز الموجودة الفوكاب الكلمات بتاعتنا الكلمات بتاعتنا هي اللي بنقدر نكونها مع بعض داخل اللانجوش فانكنز مع الجرامر اللي يجي بعد كده نقدر نكون جملة ونتعامل مع بعض فيها يبقى لازم يكون عندنا كم محاصر مناسب من الكلمات عشان كده الفوكاب مهمة جدا جدا الكلمات مهمة جدا جدا كم حلوة كم كبير نقدر نشتغل به لان اللي عنده معلومات اللي عنده كلمات اكتر يقدر يكمل يتكلم بشكل اكبر يقدر يكتب مساحة اكبر من الكلمات يقدر يتعامل بوضع اكبر من اي شخص تاني مجاور لي اللي بيحفظ اهل منه بس لازم يوظف الكلمات دي صح بعد كده عندنا الجرامر الجرامر بتاعنا والاستركشورز بتاعتنا بيعرفني ازاي هلانا باتكلم في اي زمن طب انا عايز اعبر عن الزمن الماضي باستخدم ايه وبقول ايه عايز اتكلم عن الفيوتشر المستقبل بتاعي باتكلم ازاي واحنا عندنا استخدامات كتيرة الفيوتشر بتاعنا تمام عندنا بريزنت سيمبل مدرع بسيط اما عبر حاجة عن الواقع اللي انا عايشه عندنا باست سيمبل مدرع بسيط اعبر عن شيء فات عني فما اكون عارف قواعد الجرامر كويس باستخدامي للازمينة الصح المودال فيربس بطريقة صح الكلام ده كله كله هقدر اعمل انجليزي صح واقدر استخدمه في التعبيرات بتاعتي والكلام بتاعتي اللي انا الكلام بتاعي اللي انا باتكلم به او طريقة واسلوبي مع الناس باستخدامي للانجوش فانشنز اللي هي التعبيرات اللغوية بتاعتي ونشوف ايه اللي بيكون فيها وجوها تمام نشوف بعد كده في حاجة كمان معنا اللي هي لو فيه اي مهارة جديدة اي مهارة جديدة اي تعبير جديد موجود داخل وحدة بنقشه يبقى الوحدة بتاعتنا بتحتوي على اكثر من شيء موجود معنا بدأ نقش فيه وبنتكلم فيه وبنتعامل فيه اول شيء عندي عنوان الوحدة عنوان الوحدة بديني معلومة بسيطة ايه او ديني فكرة المعلومة الوحدة ممكن تدور عن ايه الطبق الموضوع اللي داخل وحدة بتاعي هيوضح لي ايه بالزبط كده language functions التعبيرات اللغوية بتاعتي ازاي اتعامل حاجات سلوكية ازاي اسأل ازاي اطلب ازاي ارد ازاي اسمح تمام كل الكلام ده بيكون موجود داخل language functions الفوكابلال الكلمات زي ما قلنا لازم يكون عندي حصيلة كافية من التعبيرات اللغوية والكلمات عشان اقدر استعملها لازم اتعلم grammar كويس عشان استخدم التعبيرات اللغوية والفوكابل اللي عندي واقدر اعبر بيهم عن اللي انا عايزه واللي انا عايز اقوله new skills المهارات الموجودة عندي في الوحدة بتاعتي بقدر استخدمها ازاي سواء مهارات لغوية سواء مهارات grammar سواء مهارات سلوكية سواء سواء على حسب ما هيكون متواجد عندي في الوحدة بتاعتي نشوف بعد كده الترمي التاني عندنا unit 12 unit 12 بيحكي العنوان بتاعنا today and yesterday today اليوم yesterday امس ايبا هيتكلم عن النهاردة وامس بشكل عام او بفكرة او بشكل عام الوحدة دي بتدور بوصف weather الطقس المناخ الجوة عندنا how to use it in the past ازاي تستخدمه في الماضي يبقى the weather is او مسلا ممكن نسأل سؤال how was the weather like كيف كان التقس yesterday last week امس الاسبوع الماضي no it was هو كان ونجيب صفة متعلقة بالتقس بتاعنا it was foggy ضبابي it was rainy منطر it was cold بارد تمام الوقتي it was freezing يعني لو احنا بقول على جو مبارح او اول مبارح او الاسبوع اللي فات it was freezing يعني مجمم الدين يا كانت بارد جدا يبقى these days the weather is these days the weather is احنا بنحكي عن الوضع الحالي احنا فيه طب it is freezing تمام طب but when i want to talk about yesterday انا عايز بقى اتكلم عن امس اتكلم عن مبارح هقول ايه the weather was freezing the weather was cold it was raining it was ايه raining كانت بتمطر يبدأ present continuous او نقول it was past continuous it was rainy the weather was rainy كان جو مطير it was cold it was foggy it was freezing وهكذا دي صفات وحاجات وتعبيرات نقدر نستخدم لها الوذر in the past وهكذا ده عبا عن ده بيكون باستخدام verb to be verb to be هنا in the past بيكون معنا اللي هو مين was and where was with singular and where was plural الجامع بتاعنا مع كلمته where نشوف الوحدة التانية هيبقى فيه revision revision هنا هتكون موجودة على جزء من واحد الاثناشر وفيه اجزاء تانية قبل كده فيه هنكون ناخد بالنا منها بيكون exercise مهمة جدا جدا الexercise دي بيتصف او بناخد منها كل شغل الامتحانات بتاعتنا تمام فrevision four هيكون فيها الشغل بتاع الامتحانات سواء في center book سواء في work book نشوف الدرس اللي بعد كده او الوحدة اللي بعد كده unit 13 unit 13 بيقول an electronic office an electronic office في unit 13 هنا an electronic office يعني مكتب الكتروني يعني ايه مكتب الكتروني يعني مكتب حديث تمام مكتب معد بأجهزة الكترونية يعني ازاي يعني المعدات اللي جوه بنتكلم هنا عن المعدات الموجودة داخل المكتب طب مكتب حديث اه ممكن يكون مكتب حديث we have computers جميل all works needs all work all the work need computers كل العمل دلوقتي الحالي محتاج للكمبيوتر ايه تاني اه fax machines تمام ايه تاني اه ممكن نقول لابتوب يبقى ممكن يكون disk وممكن يكون لابتوب ايه كمان ممكن نقول fax machines ايه قلنا طابعات اوكي طب اه انترنت لازم يكون مرتبط بل انترنت على اساس sending and receiving faxes sorry sending and receiving emails لارسال واستقبال الاميلات يبقى في انترنت في كمبيوتر في fax machines في المعدات بتاعت وبكون حاديثة بشكل يليق بالوضع بتاعنا هنا بنستخدم هنا هنا بنستخدم ممكن نتكلم فيه عن حاجة اسمه dimensions dimensions هي الابعاد يعني الابعاد ابعاد الشاشة ابعاد الغرفة اللي هو length tall k وبعدين with العرض وبعدين الارتفاع نتكلم عن طول وابعاد الاماكن وابعاد المعدات وابعاد الحاجات وازاي بنسأل عنها وازاي بنجاوب عليها اذا نعرف نجيب طول الشيء اذا نتكلم عن عرض اذا نتكلم عن الارتفاع ونجيب المساحة او الحجم بتاع الشيء ده اوكي عندنا هنا بنسأل بقى بطريقة بقى لو قلنا what the 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 how followed by an adjective how long how deep how thick تمام السمك ما سمك الشيء يبقى how long how deep how high الارتفاع يبقى how wide الارتفاع والطول والعرض بتاع الشيء عشان نقدر نجيب الحجم بتاعه وهكذا يبقى لو قلنا how يبقى احنا معنا adjective و لو قلنا كلمة what يبقى معنا نوع من adjective الموجودة بتاعتنا برضو هنا ممكن في yonat 13 معنا هنا ان احنا نتكلم على comparatif comparatif is to compare to compare between two persons يبقى هنا هنتكلم to compare between two things هنقارم من اشياء ها ازاي ما احنا قلنا معنا من معنا long معنا wide معنا narrow معنا deep تمام معنا fast معنا thick الصفات الاجتف دي بنستخدمها في المقارنة ما بين الاشياء الموجودة معنا في المكتب بتاعنا طب بنقارن ازاي بنكلم كلام شاف كده ان شاء الله والفي اقرب فرصة هنجيب ان شاء الله الحصة اللي جاية هنشرح الكلام ده كله كله ان شاء الله بدأ من الواحدة الاثناشر ان شاء الله يعني هنجيب مثلا er with than with short act يبقى نقول taller than heavier than اه heavier الصفات المنتهية ب y i er ونكمل than بعدها the هنجيب كمان more expensive or less expensive تمام يبقى more or less مع الصفات الطويلة وهكذا ده بنسبة للكمبراتيف بتاعتنا نشوف بعد كده unit 14 b o s is the best من المعنى بتاعنا والشكل بتاعنا هنا كده احنا قلنا unit 14 b o s is the best نركز كده في الطايت الموجود معنا b o s is the وروحنا جايبين كلمة best الصفة منتهية best اللي هي التصريف التالت من جود يبقى احنا لو كان معنا كمبراتيف better than كمبراتيف two things بنقارن ما بين شيئين اتنين اوكي انما قلنا b o s is the best هنا تفضيل superlative يعني ايه superlative يا مستر superlative يعني مفيش حد افضل من الشيء الموجود معنا مفيش حاجة افضل من الشيء الموجود معنا بنجيب the ونضيف للصفة القصيرة est best best اساسا صفة regular غير منتظمة فبنحط في نهاية est هي اساسها good better than the best good بكلم عن شخص الوحده او شيء الوحده better than بنتكلم عن شخصين او شيئين the best بنفضل اسم عن مجموعة ما حولها اوكي يبقى هنا بنتكلم عن السوبرلative في الوحدة بتاعتنا the تمام adding est for the short adjective صفة قصيرة بنضفلها est اوكي long adjective الصفة الطويلة the most or the least the most or the least ونجيب الصفة الطويلة بعدها يعني مثلا the most interesting the least interesting the most expensive the least expensive بالشكل ده the shortest the tallest the longest the heaviest the thickest وهكذا بالنسبة للصفات اللي هي معنا في الوحدة بتاعتنا اوكي نشوف بعد كده في عندنا unit 15 too much work في عندنا في unit 15 too much work كمان بنفتكر حاجة في unit 14 اللي هي possessive nouns possessive nouns اللي هي الاسماء الملكية وهكذا يعني هنشرحها وقتها مع بعض unit 15 too much work يعني الشغل كتير too much too much work يعني عمل لن تص يعني بزيادة over that means sometimes you may not be able to finish it يعني ممكن ما تكونش قادر على الانتهاء منه فكلمة هنا بنحطها قدام اي صفة بتاعتنا بمعنى حاجة over جدا جدا وزيادة وماقدرش يخلصها لوحدك علشان كده ممكن من الحاجات اللي موجودة هنا حاجة زي team work team work يعني عمل جماعي يعني ايه الكتير يتقسم او نشيله مع بعض فال team work هنا او ما يكون متعاون مع نفسه متعاون مع بعضه يبقى the work should أو must be easy the work must be easy then العمل هيكون لازم بقى هيكون خفيف دلوقتي because I don't work alone I am not alone انا مش لوحدي I have a team work انا معايا عمل جماعي فريق عمل فريق عمل ده we can help each other we can help each other ففي الحالة دي too much work isn't a problem for us ليس بمشكلة بالنسبة لنا because we are a team work team work هنا اما نجي نتكلم هنا هنتكلم برضو في الجزء عندنا عن permissions عن requests عن offers باستخدام المودال verbs المودال verbs عندنا اللي هي الافعال النقصة بتاعتنا الافعال النقصة زي مين هنقولهم كلهم كده شافية كده مع بعض will would shall should can could may might must ought to واحيانا بنجيب كمان معهم had to الكلام ده كله معانا بنجيب بعدهم دائما الانفينيتف بتاعنا ممكن لو انا حبيت استأذن شخص اقول له can you help me كده بطلب مساعدة request طيب ممكن اكثر تقدبا could you help me may you help me يبقى كل مرة بنرفع سقف التقدب في الطلب بتاعنا بنرفع سقف التقدب في الطلب بتاعنا يبقى هنا كده requesting can you help me please could you help me please may you help me please ممكن نقول له would you mind helping me would you mind helping me يبقى فيه اكتر من طريقة لطلب الطلب المساعدة وهكذا ممكن اجاوب بكل بسهولة sure sure على مين على كان على كد على may of course نفس الكلام انما لو قلت would you mind طالما جيت ذكرت كلمة mind عندي بمعنى هل تمانع عشان اوقف في الحالة دي i have to say no نعم اه زي ما اسمعت كده بالظبط مستر واحد بطلب منه مساعدة اقول له no اه when you say would you mind لما انتا تقول would you mind تمام و اكمل الطلب بتاعي لازم اجاوب عليك و اكمل طلب بتاعك لازم اجاوب عليك بكلمة no لان هنا برفض الممنعة that means yes i will help you يبقى هنا can could may sure الاجابة بتاعتهم yes الاجابة بتاعتهم of course بكده موافقة طيب لو انا قلت mind would you mind or do you mind اي واحدة من الاتنان دول في الحالة دي i have to say no to accept اكي you have to say no to accept اكي نفس الكلام كده طب لو انا حبيت مع may مع can مع could وكلام ده كله وحبيت ارفض اقول ما اقولش لقه طبعا اقول sorry i am busy sorry i am busy ونفس الكلام تحت برضه اقول ايه sorry i am busy نفس الكلام طب احنا كده اتكلمنا في request وpermissions والoffers هنا بقى can you let me help you can i carry this back for you may i help you كل ده انت بتعرض على الشخص بتاعك انك انت تساعده تعمل مع حاجة وهكذا may i help you can i carry this back for you ممكن واحد يقول sure of course thank you او sorry i can do it myself اسف انا اقدر عملها بنفسي يعني معنا كده بيشكرك وبيعتدى ان هو يقدر بدل ما بتعرض انت عليه لا هو بيعتدى ان هو يقدر يقوم بالخدمة بتاعتي دي من الحاجات اللي هنلاقيه في الوحدة رقم 15 اللي هنلاقيه بتقول too much work وهكذا اوكي number unit بعد كده unit في revision 5 تمام revision 5 برضو مراجعة على اخر 3 وحدات اللي هما 14 14 14 15 16 16 وهكذا تمام و بيكون سوري 13 14 15 تمام وrevision 5 هنا هيكون فيها نفس النظام exercise على الثلاث وحدات اللي سبقهم قبل كده ومراجعة عليهم واحدة واحدة ومن اسئلتهم بتيجي الامتحانات بتاعت term للشهور وامتحانات اخر السنة ان شاء الله نيجي بعد كده في معانا unit 16 an ideal employee ناخد بالنا من كلمة employee هنا employee يعني employee يعني يوظف employee يعني يوظف الموظف وليست الموظف يعني العامل اللي شغال عند الناس بنسميه employee اللي شغال عند الناس بنسميه employee في الوحدة هنا بقى بنرجع بقى نسترجع تاني استخدمات كان وكد عفوا استخدمات كان وكد هنا هنستخدمها ازاي بقى هنا استطاعة can I can do something تمام could I could do something يبقى تقدر ادرت اقدر اعمل الشيء ده ادرت تعمل الشيء ده قال له تم انا ممكن اقول حاجة تانية ايه هي آه can you help me could you help me اقدر استخدمها بشكل استفهامي في الطلب ايه بتاعي وكمان برضو هنا نيجي على الوحدة دي كمان وبركز تاني على الميمو الميمو هي واحدة من الرسائل اللي موجودة بنستخدمها one of our correspondence واحدة من المرسلات اللي عندنا اللي هو بتاعتنا من two from وهكذا from من two الى واتكلمنا فيها واخدناها كتير في الترمين الاول وكانت متواجدة معنا في اشكال كتير من المراجعة بتاعتنا وحلناها وكانت كويسة جدا جدا وبسيطة والناس بسطت منها لانها جات في معظم الامتحانات الموجودة الميمو نوع بسيط جدا جدا من انواع المرسلة بنفكر الناس به بيكون رسالة بسيطة من مسؤول في مكتب او في شركة بيعلىها على الـ notice board لوحة الاعلانات اللي بتقوم موجودة على الحائط بيطلب طلب بسيط جدا وبيكون كاتب في التاريخ والشيء لازم ينفذ في موعد محدد او على حسب ما بيطلبها على طول الشخص اللي هو مطلوب من الميمو ده بيبص كده على notes board بتاعتهم لو لا هو الشخص المطلوب بينفذ الامر المتواجد بيكون زي ما قلنا في from من to الى الشخص اللي هينفذ الميمو re الموضوع عن ايه date التاريخ وايه المطلوب اللي اديت التاريخ بعد كده بيكتب الميمو بيكون ملقصها كتير يعني جملة او اثنين باكثر شيء خالص ممكن تبدأ please وتنهيها بكلمة thanks or thank you تقدبا فقط مش اكتر من كده تمام ده اللي موجود في unit 16 unit 18 ده اللي موجودة اخر حاجة بتكون موجودة معنا في الوحدات بتاعتنا معنا employers and employees employers and employees يعني الموظفين سوري الموظفين والموظفين ما بلاش لاخبطها مستر من ايه الصحي فيهم employers اصحاب العمل employers اصحاب العمل employees الموظفين اللي عندهم يعني هنا هنبين العلاقة والوظائف وانواع الوظائف الموجودة في المكاتب وفي الشركات وهكذا ابقى معنا كده employers ده القاء ليه هو صاحب العمل لان احنا دايما على طول اما بنضيف ER للفعل بنجيب نوان من الفعل منه بنجيب اسم الفعل منه زي مثلا ايه اسأل حاجة انت عارفها كلمة teach teach درس يعلم teacher اه جميل يعني يعني معلم او مدرس تمام اوي يبقى المدرس بتاعنا teacher جميل اضفنا ER اصبحنا جدنا الاسم منه كذلك employee يعني يوظف اضفنا ليه ER اصبحت الموظف يعني صاحب العمل اقدر افرق بانه ازاي في المعنى حاجة بسيطة خالص دائما employer ده لا يتقاعد احفظ كده employer لا يتقاعد ليه ده صاحب الشركة صاحب الشغل ما بيتقاعد وما الميلي بتقاعد لما وصل لستين سنة employee ذا employee ذا employee اللي هو الموظف 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 هو اللي بتقاعد لما وصل لستين ستين سنة يبقى المنتهي بابل اي ده اللي بيتقاعد عند سن ستين سنة يبقى employer ده صاحب العمل employee الموظفين او الناس اللي بتشتغل في الشركات وهكذا يعني انا موظف في وزارة التربية والتعليم اه الموظف لدي وزارة التربية والتعليم اوكي يبقى انا موظف انا موظف انا موظف او معلم عشان بقوم بالتدريس بقوم بالفعل نفسه طب وانما موظف انا موظف لدى وزارة التربية والتعليم وهكذا من الحاجات الموجودة في اليونت في اليونت التين هنتكلم عن اه 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 ازاي ايه اللي ممكن يكون متواجدة عندنا في الشركة ايه الوظيف اللي ممكن نعدها مع بعض كذا في جنرال مانجر في مانجر في اكاونتنت في اه نقول سيكرتري نقول لو في المحلات سيلس بيرسون في اونر الموال اللي هو مالك المحل وهكذا اوكي اه في سيلس اكاونتنت اللي هو سيلس بيرسون نفس الكلام برضو اه اه سيلس مانجر مدير مابعات في وجه انا جنرال مانجر وانا مانجر بس مدير فرع او هكذا في سينير اكاونتنت في جونير اكاونتنت سينير الموظف الكبير جونير الموظف الصغير او المحاسب الصغير يبقى احنا هنتعامل برضو مع مختلف الوظائف الموجودة عندنا في الشركات بتاعتنا اه بعد كده برضو هنحاول نستخدم question words question words هنستخدمها احيانا ممكن نستخدمها with verb do or without verb do يعني ايه يعني نستخدم باستخدام do and does يعني what do you do مثلا ماذا تفعل بشكل عام in general وظيفتك يعني شغلك يعني اكي اه when do you leave بتسيب شغلك انت بتمشي من شغلة انت how do you go to school where do you live بالشكل ده where do you live فاحنا هنجيب الكلمات دي استخدام ممكن I can use do and does or I can do them how can I how can't I use them ازا ما عدرش استخدمهم باستخدام verb to be ازاي what's your name where is he what's your name ما اسمك where is he اين هو وهكذا اوكي يبقى احنا ممكن نستخدم verb to do do or does معانا after question words then subject then infinitive and the complete of the sentence completing of the sentence وهكذا يبقى الكلام باستخدام verb to be او verb to do باستخدام باستخدام كلمات سيفان معاو معادي يبقى ما فيه صعوبة خالص خالص لو احنا ركزنا شوية فيهم وان شاء الله مع الوحدات بيكون شرح موضح جدا جدا ومبين وهكذا اوكي احنا كده استعرضنا كل حاجة متعلقة بالترم التاني بتاعنا واتكلمنا فيه على الاشياء الموجودة الوحدات اللي معنا احنا يبقى معنا الترم ده ست وحدات كل وحدة متعلقة بمواضيع معينة وجوه الوحدة برضو فيه حاجات ممكن تكون زي ريفيجن لجزء قديم او اضافة لشيء سبق درسته قبل كده المطلوب هنا ان شاء الله نركز على كل شيء بنقوله مع بعض هنا وهنشتغل مع بعض بوضوح وهنعمل فردي جدا شرح وتوضيح وفردي جدا للمادة الموجودة والوحدة الموجودة معنا تمام ونهتم بكل شيء نشوف هنا مع بعض وحنا بنشتغل مع بعض نحاول نركز على نقول المهارات اللغة الانجازات بتاعتنا زي احنا حد يفتكرهم معنا احنا قلنا من مهارات الاساسية عندنا للغة الانجليزية لازم نحاول نسمع كتير لازم نحاول نسمع كتير عشان سمعنا كتير ده يقدر نخلينا نعرف يبقى وين يمكن تسمع كويس هتقدر تتكلم كويس وين يمكن تسمع ثم تقرأ هتقدر تقرأ و ثم ثم يمكن تقرأ ما هتقدر و ما هتقدر و ما هتقدر يبقى معنا كده المهارات بتاعتنا الاساسية دي كل موجودة معنا ولازم المهارات الانجليزية كده نيجي بقى الفوكاب بتاعتنا ياريت نحاول نحفظ على قد ما نقدر ونزيد تمام لانك انت ما يكون عندك مهارات لغوية بزيادة كلمات بزيادة تقدر تعبر تشرح ما هتقدر محتاجه تقدر تستخدم كل شيء انت راجل درست كويس قرأت كويس عندك الكميات اللغوية بكاعتك كويس تقدر تستخدم وتوظفها باستخدامك للجرامر واللانجوش فانكش بتوعك احنا كن درسنا مهارات لغوية وكون درسنا جرامر وكون عندنا حافظنا كلمات نعمل ماكس من كلام ده كله مع بعض with good english تمام with good english تقدر بسيادتك نقدر نتعامل مع الكميرش اللي انت هتعيش فيه ان شاء الله يبقى الكتاب بتاعنا مش كتاب بسيط كتاب ملان في حاجات ماشية تدريجيا مع مقدرتك ماشية تدريجيا مع مقدرتك وبتساعدك وبتقاهلك الى العالم التجاري الموجود اللي انت متواجد هتبقى متواجد فيه ان شاء الله وتتعامل فيه مع الناس اللي حواليك باستخدامك كل شيء متواجد عندنا في الكتاب بتاعنا وإحنا ان شاء الله هنسهلك الامور بشكل جميل جدا جدا وبشكل بسيط يمكنك انك انت تقدر تكمل وتشوف الشغل وتقدر تتواصل مع الناس اللي حواليك دلوقتي اخر حاجة شفناها زمنا بنقول تاني اللي هو يونت نرجعتنا لها يونت اتين اوكي اللي هو امبريورز اند امبرييز فيه كمان حاجة كمان عايزين نشوفها اللي هي ايه ريفيجن سكس يبقى اصبح عندنا دلوقتي ثلاثة ريفيجنز فور ذا سكن ترن عندنا بتكلم دلوقتي على نقطة مهمة جدا جدا زي ما قلت قبل كده من شوية الثري ريفيجنز دول فيهم مراجعة اهمة لجميع محتويات الكتاب يعني لو حلناهم بشكل تام راجعناهم بشكل كوي كويس وقرأنا كل ما فيهم مش هيخرج منهم اي امتحاد ان شاء الله فاحنا كمان هنا مع بعض شغلنا هنا مع بعض مع اي اي معلوم عايز تعرفها اعرفني بيها وانا هتجاوب معك برضي فيها ازاي هربض عليك برضا واعرفك حاجة واقولك كمان ان التلات وحدات دول احنا كمان هنا مع بعض هنزود عليهم اكسرسايز كمان بزيادة على اساسي بقى عندك حصيلة مراجعات حصيلة اسئلة حصيلة امتحنات لو جمعتوا كل الامتحنات دي مع بعض تمام مش هيخرج منهم حاجة ان شاء الله لان احنا امتحناتنا هنا متنوعة وليست نمطية مش مكررة اوكي كل امتحان شامل كامل على كل واحدة هيبقى كده معك ست امتحانات زائد امتحانات الريفيجنز كمان يبقى معك كده مثلا ميلة يقل من ستة لتسع امتحانات مراجعة على المنهج بتاع الترمي التاني مش هيخرج منهم امتحان ان شاء الله ويحنا كده بنكون ساعدناك وبنكون جهزنا حضرتك انك انت تكون مكمل معنا ويكون مستفيد من القناة بتاعتنا ويحنا تحت امرك في اي تواصل في الوقت احنا معك على التليجرام معك على اليوتيوب معك في المتابعتك للحلقات ويتبعت اي حاجة حتى لو بشكل خاص انا مش همانع برضو فيها ان شاء الله يعني ومعاكم على طول فحضرتك المطلوب الاهتمام والالتزام بكل شيء بنشرحه وبنقوله لان كل شيء احنا بنقوله معلم حاجة بتعلم حضرتك حاجة بتفيد حضرتك حاجة لو انت استخدمتها صح بتكمل معاك وبتفيدك وبتنفعك في الكورس بتاع اللي هو انجليش فور كوميرشل سكول وان وبنجهزك لانجليش كوميرشل سكول تو يبقى احنا بنجهزك دلوقتي انك تخلص وان معنا على تجهز ان شاء الله تنجح بدرجة كويسة على تو السنة الجان ان شاء الله تمام وبشكل عام بتكمل تالتة وربنا يوفقكم ان شاء الله كده يعني يبقى اولة وتانية وتالتة حاجة كويسة كمان ان شاء الله تمام وبنجهزك لسوق العمل اللي انت محتاجه اند يوزو انجليش وان يبقى احنا هنا زي ما قلنا كده جمعنا كل حاجة قلنا كل حاجة اهداف خاصة باهداف الترمي التاني بمنهج اللغة الانجليزية للصف الاول من التعليم التجاري والفندقي ويوضحنا عنوين الوحدات وايه المحتوى اللي ممكن يكون داخل الوحدات فيها وقلنا عندنا كمان ثلاثة مراجعة موجودين بنأكد على الامتحانات الموجودة في افطر ايتش يونت اللي احنا بنجيبها لحضرتك هنا كمان بنأكد على الوحدات والوحدات المراجعة واللي بيكون متواجد فيها داخل كتاب المدرسة بيتجمع كل الكلام ده يبقى انت معاك كده بنك معلومات الى نهاية العام تمام فالمرجو من حضرتك المتابعة الاهتمام المذاكرة الاستفسار عن اي شيء انت محتاجه احنا تحت امرك فيه مشارط اخر عنك باي حاجة سواء فيك على اليوتيوب سواء في التليجرام حتى لو دخلنا على القصوة وكلمتنا بس من داخل الصفحة طبعا اوكي واحنا معاكم في اي وقت ان شاء الله وتحت امركم وربنا اجعلنا سبب ان انتوا تكونوا حاجة كويسة بإذن الله وبكده نكون امتهينا من مقدمة الترمي التاني لمنج اللغة الانجليزية لكورس انجليش فور كوميرشال سكول يير وان او وان اوكي ونلتقي بكم في اولى حلقات الترمي التاني ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته